ردوان شيربيب تونسي صنفته موسوعة جينتس للأرقام القياسية قد تولي رجل في العالم في الفترة الممتدة بين عام 1998 وحتى عام 2005 لكنه يعاني اليوم من ظروف اجتماعية صعبة وإهمال من قبل الجهات الرسمية في تونس يفوق طوله عمالقة كرة السلة في العالم ردوان ربما يشاركهما الشهرة لكن في مدينته فقط هنا برسجبل بولاية بزرت المدينة التي يجوبها بشموخ يخفي مصعب جمى في قضاء حاجياته اليومية كإيجاد ملابس على مقاسه أو حتى في حلاقة شعره بين فارق السن والطولي صورة طريفة تجذب المرة ردوان التونسي الوحيد الذي دخل موسوعة جينتس منذ سنوات كواحد من بين أطول الرجال في العالم لكنه يعيش اليوم لمبالاة من السلطات التونسية عاطل عن العمل بسبب عدم قدرته على التنقل كثيرا وحمل أشياء ثقيلة ما يذتره إلى الاستراحة من حين إلى آخر يجي له ناس لما عليكم نسأله مش تعمل سيئة أدوان يقول لها وجدتش نرتاح هذيكم ننقض هذيكم ترفيق هذينا نشفى بالفدلكة ونحكيه ونويه كاد يصل طوله إلى ثلاثة أمتار إلا أنه أجرى عملية جراحية للحد من سرعة النمو فاستقر في حدود مترين وخمسة وثلاثين سنتمترا إنه عملاق إذن لكنه منسي في بلده كم هو ممتع حقا أن تلتقي شخصا يعد من بين أطول الرجال في العالم لأنها فرصة قد لا تتاح لك كثيرا ربما مختلف عن الناس العاديين حتى في نمط عيشه لذلك لا يمكن لك أن تفوت هذا اللقاء دون التقاط صورة سيلفي معه لتوثيق اللحظة بسم الدعاسي التلفزيون العربي تونس تونس